السلام عليكم موضوعنا اليوم سيكون عن معدل النبض الطبيعي النبض الطبيعي للقلب ينشأ من عقدة خاصة تحتوي على خلايا خاصة تدعى بالعقدة الأذينية اليمنى تقوم هذه العقدة بإرسال إشارات كهربائية إلى القلب بمعدل وبشكل منتظم بمعدل يصل ما بين 60 إلى 100 شارة كهربائية في الدقيقة فبالتالي ينتج منها نبض القلب بمعدل 60 إلى 100 نبضة في الدقيقة فهذا هو المعدل الطبيعي لنبض القلب بين 60 إلى 100 فبالتالي إذا كان معدل النبض أكثر من 100 هذا يسمى بالتصارع القلب أو تاكيكارديا وإذا كان أقل من 60 فهذا يسمى بطباطئ نبض القلب أو بما يدعى براديكارديا في حالات التصارع يشعر المريض بالخفقان ولكن في حالات أخرى قد يشعر المريض بالخفقان بوجود المعدل الطبيعي إذا كان نبض القلب قوي نسأل الله دوام الصحة والعافية لكم شكرا